الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم أما بعد حياكم الله أخواني الطلاب والطالبات في مادة التوحيد واحد أهلا وسهلا بكم اليوم معنا بإذن الله وحدة جديدة وهي آخر وحدة سندرسها في هذه المادة العظيمة مادة التوحيد سندرس بإذن الله في درسنا هذا اليوم البيعة الشرعية ما هي أهداف درسنا لهذا اليوم؟ أن يتعرف الطالب على تعريف البيعة لغة واصطلاحة وثانيا أن يتعرف الطالب على حكم البيعة وثالثا أن يبين الطالب أهمية البيعة الشرعية هذا مدخل مهم أخواني وأخواتي ننظر فيه كما هو معكم في الكتاب صدر نظام هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية بأمر ملكي رقم 1135 وبتاريخ 26 تسعة 1427 هجري وحدد فيه عدد من المواد التنظيمية للبيعة الشرعية لولي الأمر وطالب معكم في الكتاب أنك تذكر ثلاث مواد من هذه المادة وهذا النظام الموجود في نظام هيئة البيعة الأمر الأول إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا والأمر الثاني تعدل الفقرة جيم من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1090 وتاريخ 27 ثمانية 1412 لتكون بالنص الآتي ما هو نص الفقرة جيم؟ تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة وأما الثالث تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكام البيعة على الملك ولي العهد الحاليين بعد أن عرفنا هذا المدخل إخواني وأخواتي نريد أن نتعرف الآن إلى معنى البيعة الشرعية ذكرنا أننا من أهداف سنأخذ البيعة لغة والبيعة إصطلاحا أما البيعة لغة كما ترون هي بذل الطاعة للإمام بذل الطاعة للإمام يقال بايع فلان على كذا فهو بذل الطاعة للإمام فهذا في جانب اللغة عاهده وعاقده عليه وبدل العهد على الطاعة والنصرة عاهده وعاقده عليه وبدل العهد على الطاعة والنصرة وأما في الاصطلاح معنى البيعة الشرعية اصطلاحا ما معناه في الاصطلاح؟ معناه في الاصطلاح تأملوا معي الشاشة أخواني وأخواتي هي العهد الذي تلتزم به الرعية تلتزم لمن؟ لولي الأمر الذي استقرت له الولاية وانعقدت له البيعة طيب انعقدت له البيعة ووقعت له الولاية بأمور ما هي الأمور التي من خلالها انعقدت له وانعقد له الحكم والأمر أولا وصاية وثانيا اختيارا أو كلاهما وصاية أن يكون وصية من ولي الأمر الأول فيوصي بالولي الأمر الثاني أو اختيارا اختار واختير هذا الولي فإذا وقع هذا ووقع هذا من خلال الأمر إما أحدهما أو اجتمع فهذا هو ولي الأمر فيجب علينا العهد الذي نلتزم به طيب ما هو هذا العهد بالسمع والطاعة في السراء والضراء والمنشط والمكره وعدم منازعة سلطانه قولا أو عملا والوفاء بهذا العهد هذه هي معنى البيعة الشرعية أخواني وأخواتي ينبغي علينا أن نعرفها ونفهمها ونتدارس هذا الأمر جيدا طيب لماذا نفعل هذه البيعة الشرعية؟ لماذا ننفي بهذا العهد ونلتزم به؟ هل هو من باب المواطنة فقط؟ هو أعظم من هذا الأمر هو من باب استجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أمر شرعي لابد أن نستجيب لأمر الله تعالى وأمر رسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر من الله وأمر من رسول على هذا الأمر وهذه إضاءة مهمة أخواني وأخواتي في هذا الباب تأملوا هذه الإضاءة فقد سعى منظر الأحزاب والجماعات الضالة والمذاهب الانفصالية إلى تحديد مفهوم البيعة بعدة مفاهيم ضالة تناسب توجهاتهم والتي أدت إلى الاستخفاف بحقوق ولي الأمر وزعزعة الأوطان واختراقها ومن هذه المفاهيم ما يلي من هذه المفاهيم الضالة من هذه الأحزاب أولا أن البيعة وآلياتها وشروطها لم تكن محددة بنصوص قطعية الدلالة بل بنصوص عامة وهذا المفهوم خلاف المنهج الصحيح وسيتبين من درسنا بإذن الله أننا نعرف أن هذا خلاف للمنهج الصحيح الأمر الثاني ربط مفهوم البيعة بقصد تعزيز موقع اعتباري لمرشد أو فقيه خفي يأتمرون بأمره وفكره دون ولي الأمر الشرعي الذي انعقدت له الولاية واستقر له الحكم وهذا المفهوم أيضا مخالف للمنهج الصحيح وسيتبين بإذن الله من خلال الدرس في هذا اليوم ما هي أهمية البيعة الشرعية لولي الأمر أخواني وأخواتي أول أمر أن البيعة الشرعية مبدأ إسلامي أصيل فهو مبدأ إسلامي وأن هذه البيعة لها منزلة رفيعة ومكانة عظيمة في الإسلام وتكمن أهمية البيعة الشرعية فيما يأتي أولا أنها الأساس في تنظيم مصالح العباد والبلاد فهي أساس إخواني وأخواتي في تنظيم مصالح العباد والبلاد في البيعة الشرعية الأمر الثاني أنها سبب لوحدة الكلمة والسلام من التفرق وحدة الكلمة والسلام من التفرق فيكون سبب لوحدة الكلمة والاجتماع على ولي الأمر فهو هدف وهذا يدل أيضا على أهمية البيعة الشرعية لولي أمر المسلمين والأهمية في هذا الباب كثيرة جدا إخواني وأخواتي هناك أمر ثالث في الكتاب ذكر لكم وقيل لكم أنكم تأتون استنباطا من خلال ما تأخذوه من الدرس فاجتهدوا بعدين عرفنا الأمر الأول والأمر الثاني اجتهدوا في حل الأمر الثالث لبيان أهمية البيعة الشرعية ما الدليل على هذا الأمر أن البيعة الشرعية مهمة أيضا أنها وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى ومما يقرر أهمية البيعة الشرعية ورود ذكرها في كتاب الله عز وجل طيب ماذا ورد في كتاب الله تأملوا معي أخواني وأخواتي يقول الله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فقد وردت البيعة الشرعية في كتاب الله وهذا يدل على مكانتها أيضا ومنزلتها العظيمة يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما أيضا آية أخرى ذكرت لكم في سورة الفتح آية عظيمة تبين أيضا أهمية البيعة الشرعية يقول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك مبايعا بيعة شرعية تحت ولي الأمر وكان في زمنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يبايعونك تحت الشجرة فعليم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا طيب بعد أن عرفنا أهمية البيعة الشرعية ما حكم البيعة الشرعية لولي الأمر بلا شك أن البيعة الشرعية لولي الأمر واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى أين أوجبه؟ أوجبه الله في كتابه وأيضا أو أوجب في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبايعة ولي الأمر المسلم الذي استقر له الحكم في وطنه وأرضه في المنشط والمكره والعسر واليسر وقد أجمع العلماء وفقهاء الإسلام وعلماء المسلمين على هذا الأمر فهناك الدليل من القرآن ومن السنة ومن الإجماع على حكم البيعة الشرعية لولي الأمر أنها واجبة قال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مخيف من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية نسأل الله السلامة والعافية تأملوا معي هذا الحديث العظيم فالحديث يدل على وجوب مبايعة ولي الأمر وعلى أهمية البيعة والحث عليها والنهي عن الخروج على الأمراء وولاة الأمور وولي الأمر في المملكة العربية السعودية من هو؟ هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى فهو ولي أمر المسلمين فهو ولي الأمر الشرعي وولايته شاملة لجميع من في المملكة ويجب على الجميع السمع والطاعة له في المنشط والمكرهي والعسر واليسر وهذا كله من العقيدة الإسلامية في هذا الباب وهي البيعة الشرعية وأنها واجب علينا خاصة في هذا البلاد ولي أمرنا هو الملك سلمان حفظه الله تعالى ورعاه ما حكم نقض البيعة الشرعية؟ نحن عرفنا حكم البيعة الشرعية أنها واجب بالكتاب والسنة وبالإجماع طيب ما حكم نقضها؟ ما حكم نقض هذه البيعة؟ حكم نقض هذه البيعة أنها محرم يحرم نقض البيعة الشرعية أو مبايعة غير ولي الأمر المسلم الذي استقر له الحكم في وطنه وأرضه تأملوا استقر الحكم في وطنه وأرضه فمدام هناك استقرار فإن هذا لا يجب الخروج عنه فإنه ينقض البيعة الشرعية وهذا محرم شرعاً قال عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة نسأل الله أن يعافينا وإياكم وهذه عقوبة شديدة لمن غدر وخان على هذه البيعة الشرعية ثم قال ابن عمر وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع الرجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب لهم وله القتال وهذا من الخطورة العظيمة التي تبين هذا الأمر من كلام ابن عمر رضي الله عنه ومعنى قول ابن عمر أن يبايع الرجل على بيع الله ورسوله أي بيعة ولي الأمر ومعنى قوله ينصب له القتال أي يقاتله هذا نشاط اجتهدوا أخواني في حله خاصة أن الكتاب قد درسناه في مادة سابقة هي مادة الحديث اجتهدوا في الرجوع لهذه الكتب العظيمة والمصادر العظيمة في هذا الأمر هذا النشاط يقول دليل آخر من السنة النبوية عن تحريم نقض البيعة ارجع إلى صحيح البخاري صحيح الأمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون من بعد أمورا تنكرونها هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حاول أخي الطالب أختي الطالبة أن تعودوا لهذا الكتاب خاصة مع تيسر البحث في المصادر المعتمدة في هذا الباب والرجوع إلى هذا الكتاب من خلال الباب وكتاب الفتن وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون من بعد أمورا تنكرونها هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حكم وتحريم نقض البيعة الشرعية كيف تكون البيعة الشرعية؟ تكون البيعة الشرعية بمبايعة تأملوا هذا الكلام المهم أهل الحل والعقد والمشورة لولي الأمر الذي استقر عليه الحكم فهو من خلال أهل الحل والعقد والمشورة وفي وطننا الغالي المملكة العربية السعودية فإن الحل والعقد والمشورة لمن؟ الحل والعقد هي لهيئة البيعة في الأسرة المالكة الكريمة فهذه هو هيئة البيعة في الأسرة المالكة الكريمة هم أهل الحل والعقد والمشورة وبقية الناس تبعوا لهم وقد بايع الجميع خادم الحرمين الشريفين ليكون ملكاً للمملكة العربية السعودية وبايعوا ولي العهد ليكون خلفاً له ليكون خلفاً له هذه إضاءة أيضاً تلزم البيعة بمبايعة الأسرة المالكة لولي الأمر ممثلة بهيئة البيعة وإن لم يباشر المبايعة كل واحد من رعية بنفسه فإذا بايعت هذه الهيئة الشرعية الذي كونها ولي الأمر وهم من أهل الحل والعقد من المسؤولين والعلماء والأخيار فيختار ولي الأمر من خلال هذا الأمر إذا بايعوا فنحن نتبع لهذه المبايعة الشرعية فهي نحن نتبع وإن لم يباشر الإنسان المبايعة بنفسه لهذا الأمر وهذه مسألة أخواني وأخواتي مهمة جداً لكي نتبين هذا الأمر بعد ذلك أخواني وأخواتي ما هي حقوق ولي الأمر الذي انعقدت له البيعة لولي الأمر إخواني وأخواتي حقوق وواجبات كثيرة من هذه الحقوق والواجبات أولاً السمع والطاعة لولي الأمر ينبغي علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر فأن السمع والطاعة حق شرعي لولي الأمر في المنشط والمكره والعسر واليسر فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم والأمر الثاني قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وفي هذا دليل على أن ولي الأمر يطاع في الأوامر سواء كانت محبوبة للنفس أو مكروهة إذ هي من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك تأملوا معي في هذا الأمر الثاني وهو نصرته والجهاد معه والدعاء له فهي من حقوقه أيضا لأن هذا مقتضى السمع والطاعة أنك تكون معه في نصرته وفي الجهاد معه فإن هذا من السمع والطاعة لذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله والحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلوهما شيء ولا ينقضوهما وقال الفضيل رحمه الله لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام لماذا يا فضيل قلت هذا الكلام؟ قال لأن به صلاح للعباد والبلاد والأمر الثالث عدم الخروج عليه عدم الخروج عليه إذ بوع ولي الأمر فإنه تجب طاعته وتحرم كل منازعة له سواء هذه المنازعة كانت بالكلام أو بالكتابة أو بالسلاح أو بالسعي في تنفير الناس عن طاعته أو التطاول عليه كما دلت النصوص الشرعية الدالة من الكتاب والسنة على هذا الأمر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال تأملوا معي أخواني وأخواتي ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدم من طاعة فإن هذا من حقوق ولي الأمر يبقى على طاعته والسمع والطاعة له مع أنه يكره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وهو من ما دأب عليه السلام في تحريم الخروج على ولاة الأمر في أبواب العقائد وهو أصل من أصول عقيدتهم نريد دليل آخر من السنة يوضح تحريم الخروج على ولي الأمر اجتهد أخواني وأخواتي في حل هذا النشاط وهذا الدليل من السنة الذي يوضح تحريم الخروج على ولي الأمر والسنة مليئة بهذا الأمر كذلك نستنتج مفاسد الخروج على ولي الأمر نذكر بعضها والباقي أكملوه أنتم كذلك أخواني وأخواتي كما في الكتاب من هذه المفاسد أولا مخالفة أمر الله ورسوله في طاعة ولي الأمر والثاني اختلال أمور الدولة والثالث فإن هذا الاختلال ينتج عنه تضيع كثير من المصالح الدينية والدنيوية من المصالح الدينية والدنيوية والثالث زعزعة الأمن وانتشار الفوضى في البلاد فكل هذه محاذير ومفاسد على خروج من تخرج وتنتج من الخروج على أولاة أمر المسلمين وأما الرابع فاجتهدوا إخواني وأخواتي في ذكره من خلال ما تنظرون من خلال الدرس هذا والدروس القادمة التي تبين لكم هذه الأمور بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من هذا الدرس نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد